دلوقتي هنتكلم بقى بفقرة الصبورة على طريقة اللعب والتاكتيك وتغييرات كولر وازاي سانداونز واجه الاهلي مباراة على فكرة فيها فنيات كتير قوي كل دا بيبت اكيد هنعرفه مع زمينا كريم سعيد كريم عندك مفاجآت والصبورة اكيد فيها تفاصيل كتير طبعا يا محمد اكيد جمهور دين اتقالي حتى كلامنا قبل المباراة واننا كلا بنتكلم ان اللي شاف سانداونز قدام الهلال ولي شاف سانداونز قدام القطن صعب جدا انت هتلعبهم بصنق علعب اكيد تحتاج لعب خط وسط ثالث لانك اكيد هتخش في اخناقه في وسط مرة كولر ما عملش كده كولر بدأ المباراة بالطريقة اقرب الى اربعة اتنين ثلاثة واحد ومكوينة مدير فني سانداونز لعب بالطريقة المعتادة بتاعته اربعة ثلاثة ثلاثة بنفسك مغيرش حاجة مكشي مفاجآت من عند سانداونز المفاجآت اعتقد كولر اللي حب يعني يعني ايه يعمل تاتش او يعمل مفاجآة لسانداونز اللي اكيد مكوينة كان متخيل ان الاهل يلعب به ثلاثة نصف المعتادة لكن كولر اختار ان يلعب ببلاي ميكر وكمان عمله مفاجآة في مركز راس الحربة اللي صريح بان هو نزل بيرسي تاو وملعبش بكهرباء اللي كان متقلق في فترة اخيرة يعني في الاخر اكيد كلها بنحترم وجهات نظر كل مدير فني والكرة وجهات نظر بس في الاخر اللي احنا بنشوفه هو اللي بنعقب عليه يعني انت مو كيبع عندك فكرة عايز تعمله لكن في التنفيذ الشكل كان مختلف وبالتالي كلنا متتفقنا ان اول خمسة واربعين ديئة من النار الاهلي كل امان ضاعت من الاهلي اول خمسة واربعين ديئة يعني اه عنده فرص بس فرص هتحس ان هي مش من هجمات منوظمية مثلا كيف فرصة التمهيد بتاع بيرسي تاو اللي افشا اللي شاطها برا منطقة برا يعني المرمى خالص وفرصة تالية لكن كلها ما فيه تحسش ان فيه لعب من الاهلي زي شوط تاني شوط تاني ورد كان مختلف تعالى بقى نحلل عالبورد الشكل تعالى ان الاهلي والكولر كان بيفكة فيه كولر فاجئني وفاجئني انا عمستوى الشخصي انه في اغلب اوقات شوط الاول طبق الضغط العالي عصان دون شان يحرمهم من عملية بناء الهجم اوكي ممكن تعمل الكلام ده لكن هل السؤال يعني الاجابة السليمة ان انت تعمل الكلام ده لاربعين ديام متواصلة او تلاتين ديام متواصلة ده كتير اول ممكن ساعات بعض المدربين بيقسمون يا محمد يقولك مثلا ايه هنضغط عشر دقائق بعد كده ارجع بعد كده اضغط تاني بعد كده ارجع فاشل مع الطول ليه لان الضغط العالي عصان دون له مميزات ما في الوقت له حيوب المميزات اللي هاجم انا قلتها بتاع عبدالقادر عبدالقادر في قبل عشر دقائق جات له كورة بعد من ايه يضغط على سانداونز برافو عليك ويعيب سانداونز لعب الكورة هوب عبدالقادر ضغط وخطف الكورة داخل دقائق الجزاء كان لازم يفنشها بهدف كان بهدف هيهز جدا جدا سانداونز لكن الحال سانداونز كل امان تقلق ويصد الكورة دي الميزة بتاع الضغط العالي لكن اللي هو عيب العيب ان انت لما يكون الكورة مع سانداونز في المنطقة دي ودي بدأ انت تتشد للضغط العالي فتحت المساحات هتفتح مساحات في الخلف يعني بكل منطق في الحياة الفكرة دي ملهاش غير شارعين ماينفعش بقيهم الشارع التالي يوم ما الشارعين دي ما كنتمش فيهم اول شارع اللي احنا قلناه انك تخطف الكورة وتقلب الوضع بتاعك من الدفاع للهجوم فين؟ في تلت الملعب بتاع سانداونز فين هتوفر على نفسك عجلات كتير الشارع التاني ان انت لو معرفتش تقطع الكورة لازم تعمل فاول ليه؟ عشان توقف الهجم لان لو سانداونز خرج بالكورة من تلت ملعبه حيليه لسه في الاخر راح فيه الشكل الهجومي لتلاتة على تلاتة بقول لي السادة المشاهدين ابقوا بصوا على الهدف الاول لسانداون بس هاتف الهجم من اولها فاخيرها نرحية معلولة نرحية معلولة طبعا يعني الهجمة بدأت راحت تطرف الحت دي ورا محمد هاني فاضية وطبعا المساك فيه واحد مساك فقط وعلي معلول دخل يضم مع شلويلي عشان شلويلي بدأ يخش في العمق الناس طبعا مسكت علي معلول كلها مان بهدلوه ع السوشال ميديا بسبب الهدف ده وانا بشوف ده مش مشكلة علي معلول المشكلة من بدايتها من الاساس هي من الاساس ان هي الفكرة بتاعت ان انت لما تضرب ضغط عائلة على سانداونس ما ينفعش عد نص الملعب عد نص الملعب انت بايت فخطورة ايا كميل وقف ورا اللي انت با كل امانة احنا دايما بنقول في الكورة مواقف واحد على واحد ولا تدع تروب المدافع ولا تدع تروب الحالس المرمى اذا هو يعني رايح له العيب منفرد فالهاجمة اتعمل بشكل كويس جدا وتحولت لمالويلي اللي كان متطرف في الجابهة دي ولعب الكورة العرضية للشالويلي وإيه اللي حط الهدف الشرط التاني بدأ كورر ولعيت للاهلي اللي عجبني في الاندي قاية في الشرط التاني ان كان فيه رد فعل فيه رد فعل كويس يعني ايه انا مهزوم بهدف نظيف هبدأ النهاردة هاجم وهبدأ خاطر وهبدأ ألعب بقى جيم مفتوح مع سانداونس وقالعب كورة عالارض لحنا مشوفتنوش رابت الفتيكل لما جينا كلمنا عفماتش الهلال كانش فيه رد فعل خلص شرط التاني بدأنا نحط سانداونس بدأ ما يضغطش علينا خلص سانداونس بدأ مع مقوينة بدأ قول اللي لعبته وشكرا عايزين ايه ترجع تاني ونحاول ان احنا ايه نمتص رد الفعل تعانينة الاه بدأنا نلعب ويه بيرسي تاو قدر يجيب راكلة طبعا الجزاء صحيحة للأسف كان فيه واضح ان احنا عندنا مشكلة فيه مسألة فقط الجزاء في التنفيذ ولا في الاتفاق في الاتنين في الاتنين في الاتنين واضح ان احنا في الاتنين واضح ان احنا قزمة نفسية بكل امان بصر محمد اي لعب اي رياضي في العالم معارض ان هو يخفق ده يعني مفيش حاجة في الدنيا وارث جدا ربما تفاجي وضيع كاس عالم اه لا وانت انت كاعلامي كلمتك عن اللعب كرة القدم حاجة ولو انت مدربه حاجة تانية كلامك ليه حاجة تانية خالص عشان انا ماضحين مع بعض فيش مدرب في الدنيا هيكلم اللعب بتاعه بلسان المحلل او بلسان الاعلامي لا ده حاجة وده حاجة لازم يديره دفعة لازم يشد من ازره لازم يوقف معاه وقت تلك بس كانت مفاجأة ليك دخول هاني اللي تزددها مليون في المية مليون في المية يعني انتوقعت محمد عبد المنع انا قلت عبد المنع اه 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 اقولك تحقيق انا كنت متأكد اني معلومش هيشوت مم مليون في المية معلول ما كانش هيشوت هو فضل فعلا هو ما يسددش بس الفكرة ان كولر قال ان محمد هاني مميز في التدريبات بس اولا فكرة ان محمد هاني حتى موقفته واضح ان فيه هزة يعني هو مش مش واصف وحتى في تزددته ما تفهمش هو مراكنش ان الكورة واضحة جدا جدا مراحتش ليه اخر الزاوية انت في دربات الترجيح ودربات الجزاء الكتاب واضح معروف هتركن يبقى تركن في جنب العرضة دي عايزة مهارة ليه ان حتى لو الحارس عمل جامب وعمل تراي عليها هيبقى صعب ان هو يصدها وبتبقى عايزة قوة على فكرة كانت نقطة فاصلة في المطشة على فكرة ركنة الجزاء دي خلاص بني بكلمش شايفت اي لا اللي كانت نقطة فاصلة الفرصة بتاعة مالويلي اللي انت وردلي جبتي الهدفين يعني انت وردلي الناد الاهلي افاكي لشوط تاني لعب شوط ممتاز جدا تجايب هدفين مضيع فرص وي كمان وي مضيع راكل الجزاء لا كتير بس اي فكرة ايه اللي انا بختلف عليها محمد كهرباء كهرباء كلنا متفقين ان هو حاليا افضل مهاجم صريح في الناد الاهلي بدليل ان كل مباريات اللي كهرباء بدأ فيها مهاجم اساسي حسيد بشكل مختلف لهجوم الناد الاهلي سواء في مطش الزمالك سواء في مطش اسوان او سواء في اي مطش يعني راجعوا يا جماعة شريط المباريات بتاع كهرباء المباريات اساسي هطلو مختلف لما بيلعب بديل مش بيديك نفس اللي روح كاساسي ودي طبيعة اللي العيب بقى بكل اخيات كامس راح ببني كنو الكولر محترمة بينتاو وكهرباء بص انا بكل امان انا يعني في حاجات انا ما فهمتاش يعني انت كهرباء في مطشة اسوان احنا الناد الاهلي كان من فترة طويلة سيبك طبعا اسوان لها مباراة وحشة لكن الاهلي ما جابش تاعة اهداف في شوت واحد كنا بقالنا فترة الناد الاهلي ما بيعملش كده فانت قدرت انك تعمل توليفة كويسة ودخول مروان عطية بقى احد الاركان الاساسية في نص ملعب ندي الاهلي بمستوى يعني بضراعه يعني وشوفنا برضو ان خلع الفتاح بيقدم مباراة جيدة جدا سواء في المونديال او في مباراة اسوان فجأة خلع الفتاح بيقوله على الدكة فكرة التغيير الكتير ده في مراكز خطيرة ومراكز مهمة اما هو برضو بيقلم الفريق يعني السؤال هنا ابدأ مع سانداونز بكامل قوتي ولا ابدأ بنص قوتي على امل ان انا احتاجك في شوت تاني لا انا انا في وجه النظم احتاجك تده كامل قوتك ليه؟ عشان ما تدخلش سانداونز بالماتش انت رو قضيته على الماتش من اوله خلاص هو بيخلق برا المباراة زي ما انت عارت مع الزماني زي ما عامت مع اصول زي ما عامت مع فرقة كتيرة حتى ايمي لو ازاك فتغلب شوط تاني بس بتقضي عليه بفرقتك اللي تستاهل الناتب ده اساسي انا بشوف ان هي كان فيه اخطاء كثيرة جمعت انت جبت اتنين واحد الناس كثيرة بتقول كان حمدي فتحي اوكي انا حمدي فتحي ينزل لكن ما انزلش فيه وسط الملعب ينزل فيه الدفاع ليه؟ طبعا ليه؟ لان سانداونز بصرا فانتك على طول ايوه طبعا ليه؟ ما هي باينة يا محمد هي باينة سانداونز انت بتوقف فيه وانتيجة اتنين واحد مكوينة عامة ليه بقى عامة حركة صائعة جدا 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 راجل صائع جدا بمصراحة الراجل حطيلك الاتنين الجنهات بتوقف دخلهم لجوه وحطيلك اتنين رؤوس حربة وحطيلك واحد تحت تحت الاربعة دول شوف حتى كرة الهدف اصرار فازيع يا محمد اصرار فازيع من لعبة سانداونز هنخترك العمر احنا يا جماعة ما بنعبش غيرها عارف لو ايه؟ وبينجحوا فيها جدا اللي هم حريفة وعملوها في الهلال وعملوها في اخر هم حريفة هم لعبة حريفة اللي لعبة كرة دول اللي لعبة خماسي دول لعبة كرة فهم قدروا ان هم يجيبوا الهدف التزديد ده تسددك من عمك ملعب النادي الاهلي واللعب اللي عمل التكملة برضو دخل من العمك بتاع محمد سانداونز لو في المباراة كلها خمس عبديار اه جاب منها هدف لكن ده السناء مش القاعة بتاع خمس عرضيات بس مقابل كم عرضيال الاهلي؟ تسعة وعشرين دي بتكلم في ست اضعف تسعة وعشرين عرضيال النادي الاهلي مقابل خمس عرضيال بس لتسانداونز دي حاجات احنا ليه بنقول عشان نتعلم منها المطش العودة ما احنا رايحلوهم وهم مش هيغيروا شيء ده سيستم بتاعهم مش هيغيروا وانت يعني ليك صحاب كتير في سانداونز وعايف هم ليهم سيستم هم عامين زي برشرونا صحيح انا ليه سيستم مش هغيروا مش هفجأ اكفلوا ايه ما تنتظرش مني مفاجأة غريبة الكرة تاعدل مش مفاجآت لا مقروض خريف الليها بس سياسة الليها انت لو شاطر وقفها انت لو شاطر وقفها لك انا هلعب بنفس اسلوب بتاعي ان ده سياستي في الاخر احنا طبعا اكيد زعلانين بالتعالو لكن مش نهاية المطاف مش اول مرة نادل اهلي يخسر زي ما قلنا فيه فقط اقول لك خمس نقاط في اول جولتين نتمنى من تدارك الاخطاء نتمنى ان احنا نشوف ايه مشاكل اللي عندنا لان خلاص كده الوضع بتاعنا بقى متقزم لاقصى اقصى اقصى درجة ونحتاج ان شاء الله ان احنا نكسب الاربع مغاريات الجاية في الدول مجموعة كريم انا بشكرك على هذا التحليل الوافي والشافي لكل شيء شكرا جزيلا لك كان تحليل مهم جدا وشرح كامل على الصبورة بطريقة اللعبة بالتغيرات بالتحركات لكل شيء ولكن لسه الامانة ممكنة ويقدر الاهل ان شاء الله هيعود خلال الفترة اللي جاية شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء